ترجمة نانسي قنقر من خلال هذا الدرس سنتعلم التحويلات وذلك في كل الحالات ثم سنقوم بالمقارنة بين طولين لنختم درسنا بترتيب الأطوال وذلك بأسهل طريقة لكن قبل كل هذا وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناتكم التعليمية تلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون إيطالة وعلى بركة الله أول شيء يجب أن يتعلمه التلميذ في هذا الدرس هو التمكن من جدول تحويلات الأطوال بحيث يظهر أمامكم في الشاشة هذا الجدول الذي على التلميذ أن يحفظه بحيث فيما يخص الأطوال أكيد لدينا ما يسمى بالوحدة الأساسية الوحدة الأساسية في قياس الأطوال هي المتر ثم لدينا أجزاء المتر ومضاعفة المتر أجزاء المتر هي ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر أما مضاعفات المتر لدينا ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر إذن هذا الجدول يجب على التلميذ أن يحفظه جيدا لكي يتمكن من التحويل إلى مختلف الوحدات وبدون إيطالة ومباشرة نقوم بحل هذا التمرين الأول الذي يظهر أمامكم في الشاشة ويقول فيه السؤال حول إلى الوحدة المطلوبة نبدأ بأول تحويل وهو 36 كيلومتر سنحوله إلى المتر أول شيء يجب على التلميذ أن يكتب 36 كيلومتر بطريقة صحيحة في الجدول بحيث دائما رقم الوحدات هو الذي نكتبه في الكيلومتر انظروا جيدا في هذا الجدول سأذهب إليه وأكتب 6 رقم الوحدات في الكيلومتر ثم ثلاثة سيكون أكيد خارج الجدول ثم بعدها سأحول إلى المتر إذن سأحول بإضافة هذه الأصفار حتى أصل إلى المتر ماذا تساوي؟ تساوي 36 ألفا فمباشرة أذهب إلى ورقة الإجابة وأكتب تساوي 36 ألفا متر إلى التحويل الثاني لدينا هذا العدد الذي يظهر أمامكم 127 متر نحوله إلى الهكتومتر كالعادة نكتب رقم الوحدات السبعة في خانة المتر نعود إلى هذا الجدول وأكتب في خانة المتر رقم الوحدات السبعة ثم أكمل كتابة 2 و 1 في الخانات الموالية إلى ماذا أحول؟ سأحول إلى الهكتومتر أذهب إلى خانة الهكتومتر يوجد رقم ماذا أفعل؟ أضع فاصلة يمين ذلك الرقم هذا شيء نتعلمه هذه السنة تساوي 1.27 فأذهب إلى ورقة الإجابة وأكتب تساوي 1.27 ويقرأ 1.27 إلى ثالث تحويل والمتمثل في 9 مليمتر ماذا يساوي عند المتر؟ إذن كالعادة أذهب إلى المليمتر وأكتب رقم الوحدات الذي هو أصلا 9 إلى أين سأحول؟ سأحول إلى أكبر مرتبة أو إلى أكبر وحدة وهي المتر إذن سأضيف الأصفار إلى اليسار فهنا سأضيف ثلاثة أصفار إلى غاية المتر وفي آخر الصفر أي في خانة المتر سأضع الفاصلة أكيد يمين ذلك الصفر ماذا يساوي؟ يساوي 0.009 فأكتب هذه النتيجة في الإجابة تساوي 0.009 متر إلى أها باقي التحويلات لدينا 42.7 مليمتر ماذا تساوي في المليمتر؟ هنا تلاحظ أننا لدينا هنا طول بوحدتين سنحوله إلى وحدة واحدة دائما عندما يكون عندي وحدتين أعلم بأن لدينا عملية الجمع لكن أحيانا تأتي لدينا الحالة سهلة جدا مثل هذا المثال لاحظوا عندما أكتب هذا الطول في الجدول 42 سنتيمتر أكتب 2 في السنتيمتر ها هو في السنتيمتر أكتب رقم الوحدة 2 4 في ديسيمتر هو 7 مليمتر أحاول أن أكتب في نفس السطر هل يكفي للمكان؟ نعم إذن مباشرة أكتب في نفس السطر 7 في المليمتر لدي هنا متسع من المكان ماذا تساوي من المليمتر؟ كل هذا العدد 427 فأذهب وأكتب تساوي 427 مليمتر الحالة الأخرى هي 18 متر و 16 ديسيمتر سنحوله إلى الديسيمتر كالعادة عندما يكون لدي وحدتين في هذا الطول يجب أن أجمع هذين الطولين لكن هذه المرة نركز أكثر لاحظوا جيدا أكتب أول شيء 18 متر في ذلك الجدول لاحظوا أين هي خانة المتر ها هي أكتب رقم الوحدات 8 و 1 في الدكامتر أما 16 ديسيمتر أذهب إلى الديسيمتر وأكتب 6 أي رقم الوحدات سأحول أن أكتب دائما في نفس السطر ها هو الديسيمتر أكتب 6 في نفس السطر لكن 1 هنا سأكتبه في نفس الخانة مع 8 في هذه الحالة عندما يكون لديكم رقمين في نفس الخانة يجب أن أقوم بجمعهما أي هنا سأقوم بجمع 8 زائد 1 كم سيصبح؟ سيصبح 9 إذن في الأخير ماذا تسوي في 100 ديسيمتر؟ ستسوي 196 هنا ثمانية جمعته مع 1 أصبح 9 إذن في الإجابة أكتب تسوي 196 ديسيمتر هذه حالة من الحالات آخر حالة هي 4930 متر نحوله إلى الهكتومتر والمتر هنا أعطيت لكم طول بوحدة ويجب أن نحول إلى وحدتين إذن يجب أن نفهم بأن هذا الطول يجب أن أقسمه أو أفككه إلى وحدتين أي المتر دائما أكتب فيه رقم الوحدات كالعدام ها هي خانة المتر وأكتب رقم الوحدات الذي هو الصفر وأواصل باقي الأرقاب مثل ما تعودنا في باقي الخانة ثم أذهب إلى تحويله إلى الهكتومتر والمتر أبدأ بأكبر وحدة وهي الهكتومتر ماذا أجد في الهكتومتر؟ أجد 49 فأكتب في النتيجة هنا 49 هكتومتر ثم أذهب لكي أكتشف ماذا بقي لي للمتر دائما سأسطر انطلاقا من المتر سأجد 30 إذن ستساوي 49 هكتومتر و30 متر إذن هذه كل الحالات التي يمكن أن نجدها في التحويلات الآن نذهب إلى التمارين الثاني والذي من خلاله سنقوم بالمقارنة يقول السؤال قارن بين كل طولين بوضع الرمز المناسب أكبر تساوي أو أصغر نبدأ بالطولين الأولين لدينا 728 متر أقارنه مع 782 متر إذا لحظتم هنا لدينا هذين الطولين بنفس الوحدة بحيث لدينا هنا المتر وهنا أيضا المتر وعلي في هذه الحالة ما علي إلا أن أقارن هذه الأرقام مباشرة بحيث سأكتش بأدى 728 متر أصغر من 782 متر إلى مقارنة الطولين المواليين بحيث لدينا 15 سنتيمتر 2 مليمتر أقارنه مع 152 مليمتر كما تلاحظون لدينا طولين بوحدتين مختلفتين بحيث لدينا طول أعطي بالمليمتر وطول أعطي بالسنتيمتر مع المليمتر هنا في هذه الحالة أي عند اختلاف الوحدتين يجب علي أن أحول أولا أكبر وحدة إلى أصغر وحدة وهنا لدينا السنتيمتر هي الوحدة الكبيرة سأحولها إلى المليمتر أصغر وحدة أي أحول 15 سنتيمتر و2 مليمتر إلى المليمتر أستعين بجدول التحويلات وأذهب مباشرة لكتابة 15 سنتيمتر كما تلاحظون كتبت الوحدات في السنتيمتر و2 مليمتر ماذا تسوي من المليمتر سأكتب كل هذا الرقم أو العدد يسوي 152 مليمتر فهذا الطول سأحوله إلى 152 مليمتر ماذا تكتشف عندما أقارن لدينا نفس الرقم إذن سأضع الرمز يسوي فهنا هذين الطولين متسويين ننتقل إلى آخر مقارنة بحيث لدينا 498 سنتيمتر أقارنه مع 4 متر و 78 سنتيمتر كالعدد دائما الوحدة الكبيرة أي هذا الطول الذي يحتوي على المتر أحوله إلى أصغر وحدة وهي السنتيمتر فدائما يجب علي أن أحول الوحدة الكبيرة إلى أصغر وحدة أستعين دائما بالجدول لدينا 4 متر و 78 سنتيمتر ماذا تسوي في السنتيمتر؟ تسوي كل هذا العدد 478 أكتب هذه النتيجة في الورقة هذا الطول الثاني يسوي 478 سنتيمتر وعليه نستنتج أن 498 سنتيمتر أكبر من 478 سنتيمتر فأضع الرمز أكبر إذن هذا بالنسبة للتمرين الثاني ننتقل إلى التمرين الثالث فيما يخص التمرين الثالث سوف نتعلم من خلاله ترطيب الأطوال بكل سهولة إذن يقول السؤال أرطيب الأطوال التالية تنزليا أول شيء ما معنى تنزليا الترطيب التنزلي أي من الكبير إلى الصغير عكس التصعدي سيكون من الصغير إلى الكبير لديكم هذه الأطوال المشوشة والمتمثلة في 30 ديسيمتر 4 ديسيمتر و21 مليمتر 582 سنتيمتر 2 ديكامتر و51 ديسيمتر والمطلوب مني أن أرطب هذه الأطوال تنزليا أول طريقة يمكن الاعتماد عليها هي أن ألاحظ ما هي أصغر وحدة في هذه الأطوال تلاحظون لدينا الديسيمتر كأصغر وحدة إذن يمكن أن أحول جميع الأطوال إلى الديسيمتر معاً مثلاً 30 ديسيمتر أتركه وأرطب كل هذه الأطوال تنزلياً لأن لدي كلها بالديسيمتر لكن اعلموا بأن هذه الطريقة ستستارق منكم كثيراً من الوقت ويمكن الوقوع في خطأ أثناء التحويلات لذلك لا أنصح بها ما هو الحل؟ سأعطي لكم أحسن طريقة لكي نرطب الأطوال بكل سهولة سنستعين بجدول الأطوال أكيد وسنقوم في أول شيء كتابة كل هذه الأطوال من الأولى إلى الثانية كما أعطيت بحيث لديكم في الأول 30 ديسيمتر أكتبه ثم أكتب الطول الثاني والمتمثل في 4 ديسيمتر و21 مليمتر دائماً أحاول أن أكتب في نفس السطر كما تشاهدون فإذا كان لديكم طول بوحدتين حاولوا كتابته في نفس السطر هذا أمر مهم ثم لدينا 582 سنتيمتر سأكتبه أكيد بكتابة 2 رقم الوحدة في السنتيمتر كما تشاهدون ليبقى لدينا آخر طول والمتمثل في 2 ديكامتر و51 ديسيمتر قلنا الطول الذي لديه وحدتين نكتبها في نفس السطر إذن سأكتب هنا 2 ديكامتر و51 ديسيمتر في نفس السطر كما تشاهدون الآن كيف أتعرف على أكبر طول من أجل ترطيب هذه الأطوال التنزليات سأعتمد على الطريق المسمى بالسباق كما تشاهدون في يصاري الشاشة وضعت لكم خط الوصول وسأتخيل هذه الأطوال عبارة عن متسابقين الذي يكون أقرب إلى خط الوصول سيكون هو الأكبر وعليه أكتشف بأن هذا الطول المتواجد في الأسفل هو الذي سأرطيبه الأول لأنه الأقرب إلى خط الوصول ثم في المرتبة الثانية لدينا طولين وصل إلى نفس الخانة أي بنفس البعد بالنسبة لخط الوصول في هذه الحالة أقارن هذين الرقبين لدينا هنا خمسة ولدينا هنا ثلاثة من الأكبر خمسة إذن هذا الطول هو الذي سيكون في المرتبة الثانية أما المرتبة الثالثة ستبقى لثلاثون ديسيمتر إذن سيكون هذا هو الذي سأكتبه ثالثان أما هذا الطول المتأخر كما تشاهدون بالنسبة لخط الوصول سيكون في المرتبة الرابعة الآن ما علي إلا أن أنقل هذه الأطوال بالترطيب تنازليا لكن أثناء الإجابة يجب أن أكتب هذه الأطوال التي أعطيت في التمرين فأبدأ بالمرتبة الأولى أي أكبر طول وهو إثنان ديكامتر وواحد وخمسون ديسيمتر المرتبة الثانية أعادت إلى خمسمائة واثنان وثمانون سنتيمتر المرتبة الثالثة لثلاثون ديسيمتر وأصغر طول أي المرتبة الرابعة لأربعة ديسيمتر وواحد وعشرون مليمتر فأكتب قلت لكم هذه الأطوال المعطاة في الإجابة إذن أبدأ بإثنان ديكامتر وواحد وخمسون ديسيمتر ثم ماذا أكتب سأكتب خمسمائة واثنان واثنان وثمانون سنتيمتر ثم سأكتب ثلاثون ديسيمتر وفي الأخير سأكتب أربعة ديسيمتر وواحد وعشرون مليمتر هذه أحسن طريقة وأسهلها وأكثر سرعة فيما يخص ترطيب الأطوال تنزليا أو تصعوديا أتمنى أنكم فهمتموها وبهذا أيضا سأكون قد أنهيت درسنا لنهار اليوم إلى فرص أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته